ترجمة نانسي قنقر بداية اسمي خليل فؤاد بامطرف من حضرموت 22 سنة مستوى سادس طب بشري طبعا الكل الآن يتساءل اسمها خليل والذي يقول لصاحبه وهل فعلا اسمها خليل والذي يضحك والذي كذا صح فهذا شيء متوقع فإن شاء الله في سياق الكلام في سياق الكلام اليوم إن شاء الله سأقول لكم من ثماني خليل ولماذا ثماني خليل ولماذا لحد الآن محتفظة بالاسم بداية مختاروني يكون متحدثة وطلع اسمي وسيرتي الذاتية وكذا كنت فرحان وطائرة من الفرح فقلت يا خليل انظروا التعليقات الموجودة على الفيسبوك انظروا ما يكتبون فشفت واحد من التعليقات مكتوب من قد حين البنات يسمونهم خليل وقلت وقلت أكيد غلطوا في التصميم ها 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 قلت حسنا حسنا رأيت ما بعده بنت عملة عيون وخليل فقلت يا الله حسنا لا أنكر الصراحة على قد ما كنت فرحانة وعلى قد ما كنت مبسوطة مبسوطة مرة يمكن رجعني هذا 17 سنة بعد عندما كان عمري أربع سنين خمس سنين كنت عندما نرعب مع الأطفال في الشارع لم ينادوني خليل كانوا يقولوني يا عبد الله يا محمد المهم أي اسم أي اسم من أسماء الشباب كمان لا أنسى أبدا الذين كنت نذللوا في المطارات العربية كلما نذهب إلى مطار عربي نجلس خمسة عشر دقيقة نصف ساعة إنه من سماكة خليل ولماذا سماكة خليل ويتعينون في البطاقة خليل أم لا وعلى كذا لا أقول لكم دحين جاي بالطريق طيب كما أنتم عارفوني جاي من حضرموت فأول مكان يكون فيه اختلاط ما بين شباب وبنات هو الجامعة فقد دخلت كلية الطب كمستوى أول أول مرة يكون فيه شباب وبنات في مكان واحد فكنت خايفة المهم ففيه أستاذ الله يمسي بالخير كان ينادي على الأسماء فنادي على أسمي يقول خليل فؤاد بمطرف أنا أرافع يدي أني موجودة فكان هو طالع لناحية الأولاد فقال خليل فؤاد بمطرف قلت لي وأستاذني موجودة قال هذا اسمك ولا اسم أبوكي ها 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 والصراحة لا أنسى نصيحة الدكتور طالق السودان العام الذي فات عندما قال لي يا خليل غير اسمك حتى أو حوليه إلى خليلة على أساس أنه يسهل في الأوراق الرسمية لكن يا جماعة يا جماعة الموضوع بمنتهى البساطة بمنتهى الجمال أن أبوه يا الله يرحمه كان مثل أي إنسان شرقي أو أي رجال شرقي كان نفسه في أول مولود يكون ولد فأنا أبنت فخير أمي ما بين خيارين قالها الخيار الأول خليل فقالت أمي في قلبها إن شاء الله الخيار الثاني يكون اسم حلو هذا هو اللي أختاره قالها الخيار الثاني تتوقعون إيش؟ لا قالها قارورة هذا دبة الميز صحة وعلى فكرة كان من جد فخلاص استقار اسمي على خليل وبعدين لقيت لما كبرت في السن طبعا كنت صغيرة كنت نرجع نبكي ويغير اسم الله يخليك في قليلا فلما كبرت الآن حسيت أن خليل في أي منطقة أو في أي مكان يمر فيه خليل يوضع بصمة سواء كان بالاسم وسواء كان بالعمل الذي تؤديه خليل في نفس المكان الذي يمر فيه فالآن صرت نعشك كل حرف من حروف اسمي ومعتزة ومفتخرة أن اسمي خليل بجد هذه صورة إن أبو الله يرحمه كان شكلي غريب لأنني صغيرة نتذكر في طفولتي الصراحة عندما كان عمري خمس سنين أو ست سنين نحن نعرف أن كل طفل أو كل الأطفال يتمنون أن يقضون طفولتهم أو عيادهم بشكل عام يقضونها في منتزهات في حدائق يزورون الأهل والأقارب يزورون الأهل والأقارب يجب أن نعيشها أي طفل نتذكر عندما كان عمري خمس سنين أو ست سنين أول عيد قضيته في حياتي كان في السجن في مكان كذا كان فيه كرسي كان الدنيا مظلمة بدل من أن نرى بلالين كنت نرى عساكر السجن هذا يا جماعة أن أبوي الله يرحمه كان ناشط سياسي كبير فكان دائما يكون في المعتقل السياسي وكانت أمي موجودة في البيت فكان حلم أي طفلة أن تقضي عيدها مع أمه وأبوها فلا كان هناك مكان أن نقضي عيدي مع أمي وأبوي إلا المعتقل السياسي نتغدى مع بعض ونجلس مع بعض وليس مهم كان المكان المهم كان هناك مكان يجمع الأب والأم والطفل مع بعض أي شخص يتذكر الطفولة يتذكر ألعاب نارية يتذكر تفاريح يتذكر بالونات يتذكر أطفال لكن بجد وأقسم بالله العظيم أقول لكم هذا الكلام استثارة لإستعطافكم وإنما بجد هذه التجربة التي مرت فيها في حياتي خلتني أشيخ مليون سنة لقد كنت أرى مسدسات كنت أرى رشاشات كنت أرى قنابل أطقم تحت البيت لأن أبوي ناشط سياسي فهذه كانت طفولتي كنت أرى واستمر الحال على ما هو عليه وإن لم أخلصت الثانوية خلصت الثانوية وجبت معدل حلو أبوي قدر عليه قال لي دخلي كلية الطب لأنه مشتوى عالي ومعدل عالي أمي قالت دخلي كلية إعلام لكي لا يكشف أخي الصغير قال لي دخلي كلية الطب لكي تعملين مكرونة بالبشامل فكانت الخيارات متعددة عموماً كان ميولي كل الأشياء معدل مكرونة بالبشامل ودخلت كلية الطب مستوى أول وقلت أن أشترك في النشاطات الإعلامية على أساس أن هناك نشاط إعلامي في الجامعة وكذا أشترك فيها فدخلت مستوى أول وعدت ترمي الأول وخرجت على مستوى كلية الطب أول إنسان أتصلت فيه عندما أخرجت من سيكون الذي سجعني إلى دخل كلية الطب الوالد أخبرت 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 مرحانة قال لي لأننا معنا مسيرات وأشياء كذلك لكي نغلق الأسعار فإلينا بعد أسبوع سأجيب الهدية طبعاً فرحاناً أنه هدية مر الأسبوع كان في شهر فبراير مر الأسبوع الأول أذكر في هذه الأيام كانت فيه أعراس وكذا كنا مستعدين كنت نقايس أتياب وكذا وكذا وكنت لابسة على أساس فقالت لي دعني أنت في الرايحة قلت لي رايحة العرص يعني عادي قالت لي أبوك يباتي لأي إنسان لأي إنسان يعني لأي إنسان لما يسمع الخبر كذلك في موقف في أعراس وحزن ومدرئاش وعلى أساس الأب والقدوة فأكيد هذا سيكون نوع من أنواع الألم في صراحة الألم الذي مريت فيه شعرت أن الألم خدرني كثير كثير ومستوي الدراسة تراجع بشكل غير طبيعي فكنت ننجح يعني على القد وشعرت نفسي ليس طبيعية بالخالص فجلست أسبوع أو أسبوعين لا يوجد دموع لا يوجد أي شيء على أساس ولكن نشعر أن الألم خدرني بجد لأنني لا أشعر مرة ستة شهور سبعة شهور وأنا نفس الحال يعني أذهب إلى الجامعة ونجحت ونجحت كان الموضوع طبيعي جدا لأن هناك إنسانة عظيمة ساعدتني إنسانة نعتبرها الملهم الأساسي في حياتي التي هي أمي جاءتني فرصة في صنعة أن أحضر تدريب تابع لشبكة تثقيف الأقران الشباب أو يوث بير إدوكيشن نتورك أو يوث بير أو يوث بير هذه الشبكة معنية بالتثقيف عن طريقة ترفيه في مجالات الصحة الإنجابية المهارات الحياتية الزواج المبكر والصحة الإنجابية بشكل عام أخذت تدريب وكنت فرحانة وأجايل حضر موت الآن أجايل المجتمع شبه ريفي تحكم عادات تقاليد يعني عندما أتكلم عن ختان الإناث هذا يعتبر عندما أتكلم عن الأمراض المنقولة جنسيا هذا موضوع ليس سهل عندما أتكلم عن وسائل تنظيم والأسرة واستخدام وما إلى ذلك هذا يطلب مني جهد وعناء كبير لكي نخرج على الحق ونتكلم في الموضوع فعشت مرحلة صمت طويلة طويلة وبعدها جاتني فكرة قلت يا خليل ليس لازم تكتبين محاضرة أو توعية أو تدريب عن ختان الإناث أكتب مثلا تدريب عن صحة الأم ففعلا أول ما بدأت بدأت في منطقة اسمها الشحر منطقة ريفية تعتبر كتبت صحة الأم وجدت كل الأمهات ومن صحة الأم دخلت إلى ختان الإناث إلى الزواج المبكر إلى وسائل تنظيم الأسرة بكل أريحية حسيت الطاقة التي كانت داخلي من طفولتي والألم الذي كان مخدرني وتاعبني حسيت أنه بدأت يتفرغ قليلا قليلا فانطلقت بشكل غير طبيعي رحت المدارس رحت المعاهد رحت الجامعات رحت مراكز تحفيظ القرآن ودخلت حتى إلى المساجن المناطق الريفية والجامعات فسوّت أشياء كثير كثير طبعاً هذا أبوي الله يرحمه فبعدها 2008 أغسطس تم اختياري كأول رئيسة شبكة تثقيف أقران شباب على مستوى الجمهورية اليمنية أقران شباب لا أنكر أني كنت ممسوطة وفرحانة وطائرة من الفرح وبعدها لا أقول لكم كيف طوالت علي الفرصات فرصة ولا فرصة فرصة ولا فرصة لحد ما مثلت جامعة حضراموت يعني كل جامعات الطفل على مسوى اليمن في مؤتمر اسمه مؤتمر المرأة كنت أصغر متحدثة تتكلم عن انتفاقية حقوق المرأة وما إلى ذلك وذلك وأخذت تدريبات كثير مع الدكتور طارق السودان واخترت كأنه أعلى ثاني مستوى إبداع على مستوى أكاديميات الدكتور طارق ومثلت اليمن دولياً كثير من المحافل وأخيراً قبل ثلاثة أيام اختاروني كأكون سفيرة لروأ في الجمهورية اليمنية بشكل عام الموضوع يا جماعة ليس أنني جاي نستعرض عضلاتي ولا نقول لكم أنني اخترت وكنت لكن حققت ما يسمى بالسلام الداخلي ابتداءاً من الفكرة والانتباه وبعدين الصمت مرحلة الصمت ومرحلة الإنجاز أنا لا أقول لكم أني إمرأة خارقة أو أحسن إمرأة في العالم أو أكثر إمرأة عملت إنجازاته وما إلى ذلك لكن بجد من الطفولة التي مرت فيها واسمي وما إلى ذلك والمجتمع حسنت نفتي أني سويت بصمة معينة في الحياة هذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته